السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من خلالها نصحح النموذج الأول من الفرد الأول الأسلس الأول لمادة التربية الإسلامية المستوى الثالث إعدادين نقرأ الآيتين الكريمتين قال تعالى ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله وها شديد العقاب ما قطعتم من لينة وتركتمها قائمة على عصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين نشرح الكلمتين شاق ولينة إذن شاق بمعنى خالف ولينة هي النخل ما سبب إخراج الله ليهود بني النظير من مساكنهم سبب إخراج الله ليهود بني النظير من مساكنهم وتآمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيهم للتحالف مع أعدائه نستخلص القاعدة الجويدية المذكورة في قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا إذن هنا هذه القاعدة هو إضغام ظاهر بمعنى إخراج الميم الساكنة من مخرجها دون زيادة في الغنة دون إطالة أو تطويل في الغنة ومتى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا جاءت هذه الميم الساكنة يعني بعد 26 حرفاً ما عدا الميم واليع فنقول بأنهم شاقوا لكن إذا جاء بعد الميم الساكنة يعني باء نتكلم عن إخفاء شفاوي أما إذا جاء بعد الميم نتكلم عن إضغام شفاوي من قولك لهم مغفرة جيد ثم هناك قاعدة يعني نجدها في كلمة شاق وهي يعني المد الفراعي ننتقل إلى السؤال الرابع أكتب بالخط العادي من بداية سورة الحشر إلى قول تعالى فاعتبروا يا أولي البصار إذن من بداية سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعة حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوه به من الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي البصار ننتقل إلى المدخل التربوي نقرأ الوضعية بعد سماعك لنداء الصلاة قصدت المسجد لأداء صلاة الجمعة وقد كان موضوع الخطبة الهجرة النبوية وآثرها العميق في حياة المسلمين اليوم إلى أنك وفور خروجك من المسجد صادفت زميلك محمود يبيع ويشتري في باب المسجد فسألته غاضبا لما لم تلا تتقلها وتدخل المسجد للعبادة ألست مؤمنا فأجابك الإيمان في القلب والعمل عبادة نقرأ هذه الوضعية جيدا ونجيب عما يلي استخرج من الوضعية ما يدل على الخضوع لله ثم ما موقفك من من يقصر في واجباته الدنيا ويبرر بأن الإيمان في القلب إذن بالنسبة للسؤال الأول الدليل على الخضوع في هذه الوضعية والتوجه إلى المسجد للصلاة بعد سماع نداء الصلاة وهو عمل يعبر عن ماذا؟ عن القياد والخضوع لأمر الله ثم موقفنا من جواب صديق محمود أن هذا الموقف هو أمر غير صائب وغير محمود لأن الإيمان في القلب لا يعفل مؤمن من أداء واجباته الدينية كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات إذ هذه العبادات العملية تعبر عن ماذا؟ تعبر عن ما يوجد في القلب وهو الإيمان والخضوع لله وهو جزء لا يتجزأ من الإيمان الصحيح ثم بعدها نعرف الهجرة النبوية والهجرة النبوية هي خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وذلك بعد بيعتين العقبة وهذه الهجرة يعني هي هجرة النبي وأصحابه من مكة كما قلنا إلى المدينة لماذا؟ لأن مكة كانت تشهد ضطهادا شديدا للمسلمين من قبل مشرك قريش فقرر رسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة لماذا؟ لأنه تلقى دعما وحماية من الأنصار العبادة لغة الطاعة أو لغة الطاعة واستلاحاً طاعة الله بامتتال أوامره واشتناب نواهه وضح لمحمود العلاقة بين الإيمان والعبادة نقول لمحمود لأن الإيمان والعبادة يتكاملان ويدعمان بعضهما البعض فالإيمان القوي يدفعنا لالتزام بالعبادات وأدائها والعبادة المخلصة تعزز وتقوي إيماننا فلا يتحقق الإيمان إلا بأداء العبادات ومن خلال هذه العلاقة التكاملية يمكن للمؤمن أن يعيش حياة دينية متوازنة ترضي الله جيد ننتقل إلى السؤال الخامس نحدد من خلال الآيات يعني ثمار التقوى إذن قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله من صورة البقرة آية 122 فمن ثمار التقوى إذا يقمن هذه الآية الكريمة أن التقوى وسبيل لاكتساب الحكمة والهداية ثم تفريج الكرب وسعة الرزق من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحسسه من صورة الطلاق الآية ثم قوله تعالى قال تعالى إن الله يحب المتقين فمن ثمار التقوى من طلاقا من هذه الآية أن التقوى هو سبيل لماذا؟ لرد الله ومحبته ننتقل السؤال السادس أتمانا على ما درسته بين أسباب الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتائجها والعبر المستفادة منه فمن أسباب الهجرة تعرض المؤمنين لأنواع التعديل الحصار الاقتصادي والنفسي والاجتماعي للمسلمين ذلك بمنع التعامل معهم ثم محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم نتائجها انتشار الإسلام على نطاق واسع تحقيق السلم والتعايش بين سكان المدينة يعني بين الأنصار ثم العبر المستفادة من هجرية تضحية والثقة بالله ثم الطاعة والامتتال سؤال السابع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هجروا إلى المدينة هجرة سميناها هجرة مكانية أي من مكان إلى مكان من مكة إلى المدينة فما نوع الهجرة المطلوبة في حياة المسلمين الهجرة المطلوبة هي هجرة قلبية معنوية والتي تشمل ترك المؤمنين للذنوب والمعاصي هجر الذنوب والمعاصي وتحويل القلب نحو الطاعات ويشمل ذلك هجرة كل ما حرم الله إلى ما أحد الله هذه الهجرة القلبية وهجرة العصات واجتناب حضور مجالسهم قال تعالى وهجرهم هجرا جميلة ننتقل إلى السؤال الثامن هل أسماء الله الحسنى محصورة في عدد معين مع التوضيح نقول أن أسماء الله الحسنى ليس أسمح صورة بعدد معين والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى أن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا دليل على أن هناك أسماء استعتر الله بها في العلم الغيب لا نعلم هذه الأسماء فهي من الغيب وهنا في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة المراد هنا بقولنا من أحصاها دخل الجنة المراد الإخبار عن دخول الجنة لمن قام بإحصائها للإخبار بحصرها فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء ولكن معنى أن من أحصى هذه الأسماء تسعة وتسعين فإنه يدخل الجنة ونظير ذلك قولك مثلا عندي خمس آلاف درهم وأعددت هذه خمس آلاف درهم للتصدق بها في سبيل الله فليس معناه أنك ليس لديك أو لا تملك إلا هذه خمس آلاف بل هذا المبلغ وكلته يعني وجعلته لهذا الأمر والتصدق في سبيل الله السؤال التاسع ما المقصود بمن أحصاها دخل الجنة المقصود به والعلم بمعانيها وذكر الله وعبادته بها والتعلق والتخلق بها ونكون قد أنهينا تصحيح الفرد إلى لقاء قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر